طبيب على الهواء اعداد وتقديم الدكتور احمد شوكا المقولة الشهيرة الجزر يقو النظر هل هذا الكلام صحيح ولا الجزر بيحافظ على النظر والله هي جملة فعلا زي ما حق ذكرت هي اكل الجزر او شرب عصير الجزر يا اول نظر ده كلام مصبوط لا هو مش مصبوط يعني اصل الناس كده هتفهم اني اول نظر يعني لو انا شربت او عصير جزر كتير او وكلت جزر كتير يبقى شين نظارة لا هو كلام مش مصبوط لكن نقدر نقول انه هو يحافظ على النظر لا هو مش يحافظ على النظر ده بس جميع اجزاء الجسم بالتحديد النظر والكبد كمان الجزر فيه فيتامين الف يعني لو قلنا مثلا الجزرة اللي هي متوسطة الحجم بتاعها هنلاقي انها بتدي حوالي ضبل ضعف الكمية التي يحتاجها الانسان سواء كان طفل او كبير اي في اليوم احنا مفروض ان احنا بنستهلك مفروض او يستلزم لغزائنا عشان يبقى متكامل الف وحدة دولية الانترناشنال يونت الجزر المتوسطة بيكون فيها الفين طيب لو واحد ما بيحبش ياكل الجزر اكيد فيه بدأة اخرى يعني ببساطة خديدة صح وبساطة الاطفال يعني ربان سبحانه وتعالى الحمد لله بيلطف الاختلاف في كل شيء الطويل والقصير الجبال والسهول ما اقتصرش الانواع الفيتامينات في نوع واحد من الفكهة او من الخضار يعني زي ما انا ذكرت الحذاك يمكن في السؤال اللي قبليه ان الحمد لله فيتامين الف موجود في اغزية اخرى اللي هي الملونة زي ما اتفقنا ايا كان لونها سواء الاحمر وبرتقالي